السلام عليكم و اهلا بكم يوم 20 ديسمبر وكالات اخبارية اقتصادية تقيلة زي بلومبرج نشرت خبر مفاده ان مصر بتقترب من توقيع التفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج انقاذ الاقتصاد المصري واللي بتبلغ قيماته الحالية 3 مليار دولار عن طريق رفع قيمة حزمة القارض ل 6 مليار دولار بلومبرج بتقول انه المعلومة بحسب مصادر خاصة بالوكالة ومش بس كده وكالة بلومبرج قالت ان مصر ممكن تقترب كمان اكتر من 6 مليار دولار بالاضافة ان فيش هركاء جدد لمصر بلومبرج ما قالتش هم مين قد معروض لتمويل اضافي غير التمويل اللي جاي من صندوق النقد الدولي يعني نقدر نقول ان مصر ممكن تستقبل حزم تمويلية بتلعب في حركة العشرة مليار دولار مثلا هتدخل في الاقتصاد المصري ولكن بلومبرج بتقول ان ما عندهاش تصور كامل لمواعيد تحديد الصفقة الموضوع يعني ممكن ياخد من اسابيع لشهور ولكن المؤكد بالنسبة للوكالة الامريكية ان التدهور الاقتصادي المستمر في مصر بيدغط بشكل كبير على الحكومة المصرية وخصوصا على رئيس عبدالفتاح السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية ومن ضمن الضغوط دي ضرورة تخفيط قيمة الجنيه ورفع الفائدة بالاضافة لتسريع مبيعات الاصول الحكومية هنا بيظهر سؤال هو ليه مصر ما اخدتش الخطوات الاصلاحية دي من بدري ده طبعا انجاز التعبير انها بالفعل خطوات اصلاحية اصلا ولكن المهم انه حسب رأي محللين اقتصاديين الحكومة المصرية اجلت الخطوات المؤلمة للاصلاح الاقتصادي الى ما بعد فوز السيسي بانتخابات الرئاسة لفترة ست سنين جديدة يا سواد السواد يا باروشدي هو كل اللي فده واحنا ما كناش لسه دخلنا في الخطوات المؤلمة للاصلاح الاقتصادي تخيل اه وبحسب وكالة بلومبيرج فان التركيز بيتحول دلوقتي لكيفية التعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها التضخم شبه القياسي والديون الهائلة المحلية والاجنبية على حد سواء يعني المؤسسات العالمية شايفة انه تسعير واحد دولار تقريبا مقابل واحد وتلاتين جنيه مصري دي قيمة مبالغ فيها للجنيه المصري وانه قيمة الجنيه المصري اصبحت اقل من كده بكتير والمفروض انه كل دولار يتصعر من اربعين لخمسين جنيه تقريبا يعني في نفس دائرة التسعير الموجودة في السوق الموازي الخبير الاقتصادي سايمون ويليامز من بنك HSBC البريطاني قال انه فيه خيارات كبيرة وصعبة يتعين على الحكومة المصرية انها تتخذها وعلى رأسها تخفيط قيمة الجنيه علشان يصبح الجنيه عملة موثوق فيها وعالميا وعلشان الجنيه ما يكونش له سعرين سعر في البنك وسعر في السوق السوداء فبالتالي المستثمر مش هيدخ دولارات في مشاريع داخل مصر لانه المنتج اللي هو هيصنعه وحيبيعه في النهاية حيكون له سعرين سعر رسمي وسعر في السوق السوداء وده اكيد ضد مصلحة اي مستثمر فبالتالي اختصار الكلام هو انه اذا ما فيش تعويم ما فيش استثمارات هتدخل مصر الموضوع بسيط وسهل جدا التاريخ بيقول انه حتى المصريين اللي في الخارج قلقانين من سعر صرف الجنيه المصري فبالتالي ما بقوش يبعثوا تحويلات دولارية زي الاول وده بالتأكيد اثر على احد المصادر الرئيسية للنقد الاجنبي داخل مصر فانخفض التحويلات المصريين بالخارج من 32 مليار دولار ل22 مليار دولار خلال 12 شهر لحد نهاية يونيا 2023 يعني الاقتصاد المصري خسر في سنة واحدة بس 10 مليار دولار كان دخولهم داخل الاقتصاد المصري مضمون ولكن مع وجود فرق كبير ما بين سعر صرف الدولار في البنك المركزي وسعر صرفه في السوق الموازي اختار كتير من المصريين العاملين بالخارج تحويل اموالهم بطريقة تاني وهي انهم بيدوا فلوسهم بالعملات الاجنبية لناس معاهم في الخارج وفي نفس الوقت حد بيسلم مقابل الفلوس دي لأهلهم هنا في مصر بالعملة المحلية وبسعر السوق الموازي بس الدولارات مش بتدخل مصر او العملة الصعبة مش بتدخل مصر من هنا بيكون واضح ان الحكومة المصرية هتكون مجبرة على تعويم الجنيه علشان تستعيد تدفقات تحويلات المصري من الخارج واكيد علشان تستعيد فرص تدفق الاستثمارات الخارجية بالاضافة لتدفقات الانقاذ الجديدة من صندوق النقد الدولي وده اكدت عليه المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك اللي قالت ان مصر في حاجة الى تجديد السياسة النقدية والمالية الى جانب اقامة نظام مارن لسعر الصرف اول ما تسمع جملة نظام مارن لسعر الصرف دي اعرف على طول انه صندوق النقد الدولي عايز نظام يسمح بتعويم الجنيه بصورة مستمرة وان الدولة لازم ترفع ايدها تماما عن تحديد سعر الجنيه امام الدولار يعني النهاردة في البنك الدولار عامل 31 بحسب نظام الصرف المارن ده ممكن بكرة الصبح تقوم من النوم تلاقي الدولار ب70 جنيه ممكن بعد شهر اثنين تلاتة اسبوع اسبوعين تقوم من النوم تلاقي الدولار عامل 200 جنيه عادي جدا هم بيسبوه كده وحسب العرض والطلب بتاعه هو ده النظام اللي عايزه صندوق النقد الدولي وده طبعا شرط صعب جدا ان الحكومة المصرية تنفزه لان ده معناه اندلاع الطرابات غير مسبوقة في الشارع المصري تخيل ان واحد مرتبه مثلا 4000 جنيه اللي هو المفروض الحد الادنى للاجور وده على افتراض برضو انه بياخدهم فعلا فالمفروض ان الله 4000 جنيه دول يخلوه يعيش اول عشر تيام في الشهر مصطور وباقي العشرين يوم من الشهر يتصرف هو بقى لان الـ 4000 جنيه دي ملهاش قيمة اطلاقا على ميزان التضخم الحالي ولكن مع البركة ربنا بيخلي الـ 4000 جنيه دول بقيمة ربعين الف ولكن احنا هنا بنتكلم بالورقة والقلم والحسابات الاقتصادية مش قصدي ابدا انه قال للا سمح الله من اصحاب الدخل المحدود بالعكس كلنا بنعاني من ازمات اقتصادية وربنا ممشيها معنا بالساتر وبالبركة ولكن احنا بنحسبها بالورقة والقلم فهل الـ 4000 جنيه تقدر توفر حياة كريمة لعائلة مصرية مكونة من اب وام وطفل واحد بس الاجابة قطعا لا فتخيل بقى ان الـ 4000 جنيه دول اللي هي اصلا ما بتكفيش مصاريف اسرة لمدة شهر تصحى الصبح تلاقي قيمتها الفعلية هي 2000 جنيه مثلا فتلاقي ان مرتبك فقط حوالي 50% من قيمته ساعتها اقول لي انت هتعمل ايه يعني بدل ما كنت مش عارف تعيش بالـ 4000 جنيه فساعتها مش هتعرف تعيش ولو حتى معك 10000 جنيه لانه مرتبك ثابت والدولار بيعله يعني تكاليف الحياة كلها بتزيد فهنا المعادلة صعبة جدا على الحكومة وكمان على المواطن فتخيل بقى واحد مش عارف يصرف على بيته وهو مرتبه 10,000 جنيه لان قيمة الـ 10,000 جنيه الحقيقية اصبحت 3000 جنيه بعد التعويم اللي هيحصل او بعد عمليات التعويم المستمرة اللي هتحصل بمعنى اصح فساعتها الناس بقى ممكن تعملهم اكيد رد فعلهم هيكون غير متوقع ولا تقولي بقى نصبر ولا ما نصبرش سيبك من الكلام ده صندوق النقد عايز الحكومة ترفع عائدها خالص عن الجنيه وساعتها الناس مش هتلاقي تاكل حرفيا بسبب التضخم وبسبب فرق العملة الهائل وارتفاع الاسعار الجنوني طبعا المتوقع الحكومة عارفة ده كويس جدا فاللعب في منطقة تعويم الجنيه عمال على بطال ممكن حرفيا يسقط النظام انا ما بتكلمش على النظام المصري بس لا تلا بتكلم على اي نظام في العالم زي ما حصل في سيريلانكا مثلا وزي ما حصل في الارجنتين وزي ما حصل في لبنان العدو الاول لاي نظام حاكم هو سعر الصرف اذا النظام قدر يثبت سعر الصرف فالامور هتكون تمام ولكن اذا سعر الصرف ضرب في السماء والمرتبات زي ما هي ثبتة فده معناه انه التضخم حيدوس على الناس حرفيا وبالتالي هتحصل اضطرابات سياسية غير مسبوقة والحكومة عارفة كده كويس جدا وسندوق النقد كمان عارف ده كويس جدا جدا بس هي دي شروط فيطر احنا هنتعامل مع الشروط دي ازاي اكيد انا مش خبير اقتصادي علشان اقولك احنا هنعمل ايه ومش هنعمل ايه ولكن انا بنقلك اللي الصحافة العالمية والعربية والمصرية بتقولوا لانه تقرير بلومبرج ده احنا جايبينه مترجم جاهز من الصحافة العربية فالامر مش سري يعني ولا الكلام اللي احنا بنقوله ده حصري على قدنا وبس او جايبينه ومصادرنا الخاصة بالعكس انت حتلاقي ترجمة تقرير بلومبرج في اكتر من منصة اخبارية عربية على الانترنت اخيرا خبراء الاقتصاد بيقولوا انه الحرب في غزة ضغطت بقوة على الاقتصاد المصري واقتصاد الشرق الاوسط بالكامل عموما يعني مش الاقتصاد المصري بس لانها عطلت صفقات كتير جدا على مستوى تجارة النفط وعلى مستوى الشحن البحري كمان بالاضافة الى ان هجمات الحوثيين في البحر الاحمر اجبرت شركات الشحن الى تجنب المرور في البحر الاحمر وبالتالي تجنب المرور من قناة السويس المصرية وخلي بالك ان قناة السويس دي هي المصدر الرئيسي لعائد العملات الاجنبية بالنسبة للحكومة المصرية بالاضافة لتحولات المصريين في الخارج طبعا ده غير ان حرب غزة هتضرب السياحة في جنوب سينة تحديدا في مقتل لانه معلش يعني انا بيني وبن الحرب كيلو مترات بسيطة والحوثيين بيقولوا انهم بيدربوا مسيارات وسواريخ على اسرائيل والسواريخ والمسيارات دي كلها ويا سبحان الله بتقطئ اهدفها وبتنزل في الاراضي المصرية وتحديدا في جنوب سينة فانا كسائح اهل يجبرني ان اعرض نفسي للخطر في منطقة مشتاعة فيها الحرب شغالة في الشمال وشغالة في الجنوب وبينزل فيها سواريخ ومسيارات من حيث لا ندري فبالتأكيد انا مش حاجة سياحة لمصر الا لما الحرب في غزة تنتهي وبعد ما يتم القضاء على الحوثيين في البحر الاحمر او على خطرهم فبالتالي تعطيل قناة السويس وتعطيل السياحة بسبب الحرب في غزة بسبب هجمات الحوثي بالاضافة لانخفاض تحويل المصريين في الخارج فده كله مسبب كابوس للحكومة المصرية لان ده معناه انخفاض العائدات والموارد الدولارية للدولة المصرية فمش هيكون قدامي كحكومة غير الاقتراض وبالتالي صندوق النقد حيتحكم فيها زي ما هو عايز لان انا اللي محتاج للدولارات مش هو اللي محتاج انه يسلفني وانا اللي بسعى لزيادة القروض لان موارد الدولارية متعطلة علشان الحرب في غزة وهجمات الحوثيين في البحر الاحمر فقناة السويس بتاعتي متعطلة ولو بشكل جزي والسياحة كمان متعطلة ولو بشكل جزي وانا ما بقولش ان قناة السويس مش بتشتغل او السياحة مش شغالة لا انا بقولك ان الحرب في غزة وهجمات الحوثيين في البحر الاحمر بالتأكيد بيأثروا سلبا على قناة السويس وعلى السياحة حتى لو حنخسر من مجموع ارادات قناة السويس وارادات السياحة 10% فال10% دول كنا احنا اولى بهم واحنا اخسرناهم لاسباب خارجة عن ارادتنا فال10% اللي حضرتك ممكن تستقلي بها دي ممكن تأثر على الميزانية العامة للدولة المصرية فتخيل بقى لو الحرب دي استمرت لشهور طويلة قدام فالحالة الاقتصادية لمصر والدول الشرق الاوسط كلها هتكون سيئة جدا بالمناسبة لان سلاسل الامداد التجارية البحرية في العالم كله هتتعطل وحرفيا ممكن في دول ملهاش علاقة بالصراع اصلا تعلن افلسها لانه تجارتها تشلت تماما فبالتالي الحرب دي لازم توقفوا بأسرع وقت وهجمات الحوثيين في البحر الاحمر لازم تنتهي فورا ولكن احنا زي ما بنقول دايما وفي ناس كتير بتزعل مننا وبتتهمنا بالاخوانة والحمسانة احنا يهمنا ان الحرب دي تنتهي بانتصار المقاومة او بقاءها على اقل تقدير واي حل تاني غير كده فهو ما يلزمناش بالبلد حتى لو احنا حنخسر اقتصاديا بشكل جزئي دلوقتي ولكن احسن ما نخسر بشكل دائم مستقبلا بسبب مشاريع اسرائيل وحلفاءها العرب في قطاع غزة بعد هزيمة حمس وانا شرحت النقطة دي كتير جدا قبل كده فاللي ما يعرفش انا شرحتها ازاي قدر يرجع للفيديوهات اللي فاتت بس انت مش وقت بالك من حاجة اننا كل ما نحاول نطلع من نقرة بنقع في ضحضيرها ولما نفكر نقوم لليه نفسنا لابسين في حيطة يعني من سد النهضة لحرب ليبيا لكوفيد ناينتين لحرب اوكرانيا لحرب السودان لحرب غزة ولو دقات هتلاقيهم كلهم على حدودك او جواك ما عدا حرب اوكرانيا هي اللي بعيدة شوية فهل لسا انت عندك شك انك مرصود ومستهدف باقزر حرب عرفها العالم في التاريخ في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصر العظيم تحيا مصر تحيا فلسطين حرة ومستقلة وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته شكرا اشتركوا في القناة